صغير في الجغرافيا مهم لدى من يحمل أحلام توسعية ويعمل على تغيير ديمغرافي يستهدف حاليا حزام بغداد الطار مية قضاء شمالي بغداد يتعرض منذ عدة أعوام لحملات عسكرية متتابعة آخرها التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا واستهلتها بانتشار كثيف في القضاء وحظرا للتجوال وإغلاقا للمداخل والمخارج لتتحول المنطقة إلى معسكر وسجن كبير دخلت تلك القوات بمختلف التشكيلات وبأعداد كبيرة لتنتشر من سوق الشيخ حمد إلى مركز القضاء وسط حالة ذعر خيمت على السكان خصوصا أنهم يعانون من تلك الإجراءات منذ زمن فالسجون تكتظ بأبناء تلك المناطق كما أنهم يدفعون ثمن أي خرق أمني في العاصمة الحكومة كعادتها اتخذت شماعة الحرب على الإرهاب الشعار الفضفاض المتضمن في دواخله الأهداف الحقيقية للعملية وبصرف النظر عن كون الحكومة أعلنت قبل أكثر من عام نهاية تنظيم الدولة في العراق فإن العملية يراها كثيرون خطوة ضمن مخطط طائفي متجدد لإفراغ حزام بغداد من أهله وإحداث تغيير ديمغرافي فيه وليس كالإرهاب في العراق الجديد سكينا تحد على مقاس الهدف ليس في الطارمية وحدها يجري الأمر فنظرة إلى الغرب قليلا وعمليات تجريف البساتين قرب المطار بالإضافة لمنع سكان جرف الصخر جنوب بغداد من العودة تسلط الضوء على معاول إيرانية تهدم أسوار بغداد وفق ما تطمح له طهران التي ترى بغداد عاصمة للإمبراطورية الفارسية بحسب مستشار الرئيس الإيراني السابق علي يونسي وعلى ذات المنوال تتحرك الرايات الصفراء المغطى بشعار المؤسسة العسكرية فتشن حملة عسكرية تبدأ من قضاء القرمى شرق الفلوجة وصولا إلى سوري بغداد وبنفس حجة محاربة الإرهاب كذلك عملية أخرى بين صلاح الدين والأنبار ونينوى تقودها ميليشيا الحجد على الأرض وطيران التحالف الدولي من الجو تستهدف جميعها مناطق حزام بغداد ذلك الحزام الذي أوقد نارا على قوات الاحتلال الأمريكي يدفع اليوم ثمن مواقف أهله تجاه الاحتلال وموقعه الجغرافي بالنسبة للحلم الإيراني الذي بلغ ذروته وقد تحمل الأيام نهايته